دورة التصميم التجاري والإعلاني متر بالمهارات معاذ الشحن خليك معي بهذه الدورة وتابعنا فيديو وفيديو ورح تلاقي كل الفائدة والمتعة بدورة التصميم التجاري والإعلاني يلا نبدأ الدورة إذا ننتج إلى تصميم الأختام أو الستامب تصميم الأختام شي مهم للشركات بحيث أن يصدقوا الشي اللي ناتج من الشركة أو اللي بتوافق عليه الشركة الختم شي ضروري يعني تصميم الأختام نحن نرجع فيه أشياء ضرورية في تصميم الختم مهم أنك تكون يعني أحطها براسك إلا تكلمنا عنه بالوزن البصري سابقاً إضافة لنسبة الذهبية للموناتشي إنه تكون تطبقها بالشعار أو ممكن يكون يعني الختم ممكن يكون فيه شعار بس لحاله وممكن يكون كبان الشعار مضاف إليه مثلاً رقم الشركة أو إيميل الشركة أو معلومات يعني عن الشركة معلومات اتصال أي إن كان طبعاً في عندي كمان بدنا الراعي بتصميم الختم كمان نفس الشي بالكفراج إنه الشي اللي بنا نعمل له كفراج أو بالختم إنه يكون لما نكتب خط مثلاً كتابة تكست إنه يكون الخط عريق ما يكون رفيع يعني الكتابة تكون رفيع فبالتالي بتعمل صعوبة إنه لما تعمل له كفراج أو إنه تعمل لها الختم طبعاً في اليوم ماكينات طباعة فلفية أبعاد دقيقة جداً بالليزر بتعملك الختم ما في عندك مشكلة بهذا الموضوع وإنما لما مثلاً الكفراج لما الورقة تعمل لها كفراج من تحت تعمل لها كفراج فبعض الأحيان بعض الكتابات ما بتكونوا بين معاك لما تعمل لها كفراج إذا كان الخط رفيع التكست يعني نوع الخط رفيع لذلك أنت دائماً تستخدم نوع خط سميك هاي تصميم الختم بشكل مبسط أو stamp design شايف هون بيكون الختم المطبوع على الشيء اللي بيختم فيه مقلوب طبعاً كمان المطابعة هي بتتولى الموضوع هاد انت بتبعث لها التصميم هاد هاي بتأخذو بتقلبو وبتطبعو بالليزر أو حسب شو اللي هي عندها في الطباعة أو الماكين اللي عندها موجودة بتطبعو على الشيء اللي بدك يصير ختم بعدين انت بتصير تحبر الختم هاد وبتصير عندك ختم stamp تصميم الأختم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر